تدرس شركة صناعة السيارات الصينية تصنيع جاك تصنيع السيارات الكهربائية في أوروبا مع اقتراب الرسوم الجمركية لتنضم بذلك إلى قائمة متنامية من الشركات الصينية التي تخطط للإنتاج المحلي وتعد الشركة من بين أكبر شركات صناعة السيارات في الصين وتستهدف مبيعات خارجية تبلغ 500 ألف سيارة بحلول عام 2030 ورغم أن الشركة لم تبع السيارات الكهربائية في أوروبا حتى الآن لكنها ستطلق سيارة رياضية متعددة لاستخدامات كهربائية مصممة للسوق الأوروبية في معرف باريس للسيارات و بعد هذا الإطلاق ستكون السيارة التالية التي من المقرر طرحها للبيع في أوروبا هي هاتشباك كهربائية صغيرة سيتم إطلاقها في أواخر عام 2025 ترجمة نانسي قنقر